موسيقى الرئيس السيسي يتابع استراتيجية قطاع سياحة ويوجه بمواصلة التشبيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقا للضوابط التي يقرها مدينة الوزراء ورئيس السيسي يؤكد أن ما تشهده توشكا قطوة واحدة من قطوات كثيرة تنفذ على أرض الواقع ويؤكد استهداف زراعة أربعة ملايين فدان خلال عام التسعة مساءنا بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت ريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود رامية لتطوير الصناعات المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وخلال اجتماع آخر بحضور وزير السياحة والأثار وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبنها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحولية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعات المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء نعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتثليل العقبات أمام ازدهر أنشطته وأعماله لسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الدائمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعات المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثر الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة كل الفترة المقبلة حيث تم عرض خطة تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات بما يساعد على موصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028 وقد وجه السيد الرئيس بموصلة العمل المكسف لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة مع مواصلة الجهود الهدفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعيير العالمية في هذا الصدد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقاً للضوابة التي يقرها مجلس الوزراء تضمنت الحزمة الإعفاء من كافة أنواع الضراء بعد ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعات الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصى سلس سنوات كما ضمت الحزمة إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدود من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وذلك وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابة التي يحددها مجلس الوزراء وتشمل حزمة الحوافز إمكانية استعدادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى خمسين في المئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلية أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي مشيراً إلى أنه من المستهدف زراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن جاء ذلك في تصرحات الرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الأعلميين خلال جولة بمنطقة توشكا التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد لخطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها كما دعا رئيس لزيارة مشروع مستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبذول وشدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في توشكا وشرق العوينات وسيناء ومزرعة في بنسويف على نحو 60 ألف فدان مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أسليب الزراعة والرأي الحديث وأوضح رئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطة رفع المياه والطرع وقنوات المياه وطلبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر له في شهري أكتوبر ونوبمبر المقبلين وبعث الرئيس السيسي برسلة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكا فقط ولكن أيضا في شرق لوعينات ومستقبل مصر وسيناء وأشار الرئيس السيسي أنه تم تعاقده على مصنع للخشب من جريد النخل ومصنع آخر لتغليف التمور في منطقة توشكا فضلا عن زراعات البطاطس في شرق العوينات حيث تم إنشاء مصنع للبطاطس نصف مقلية بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجال التصنيع الزراعي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر يعد مشروع توشكا واحدا من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة أو مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروع توشكا نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعي للدولة المصرية خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترة الماضية لزيادة الرقعة الزراعية موسيقى موسيقى ويعد مشروع توشكا المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية وستراتيجية وازداد حجمه للإصلاح بمشروع توشكا بمعدل 150 ألف فتان سنويا حيث يستهدف الوصول لأربعة ملايين فتان توفر العديد من المحاصيل الزراعية ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت لي تاعة 8 سنين في مصر شغال وكده بجيت أروح واجي بس الشغلان هذه جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بيقيت تمشي معنا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكلما الأرض بيبتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بيبتبقى معنا تمام الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث ورقات من دولة شوف الفرق يعني كانت ثلاث ورقات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني تاني ضرح ليها فقد أصبح مشروع تشكى بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز بنمر فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن أنا بلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش النتيجة جيب الانتاج دي كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والأرض دي أرض خير والحمد لله مشروع تشكى عاد إلى النور بما يقرب من 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور المصرية والعربية التي يصل عدد أصنافها إلى أربعين صنفا مختلف بالإضافة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقصب السكر فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأستن والكنت الأصناف دي بتمتاز أن هي عندنا في أرض تشكى بتيجي في ميعاد مبكر فمنسبة لنا التسويق بتاعها بيكون أحسن إن شاء الله يتعلم متوقعين أننا في السنين اللي جاية هنزيد من المساحة المزروعة دي سواء في النخل أو دخل الصوب الانتاج المتوقعة للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 إلى 8 طن بمواصفات صمرة ممتازة للتصدير أو للتسويق المحل ليه خمس ثيني لفنهم شغالين فاللمون دي شغالين فيه اللي هو لبون دي بهناني أنا المرور بلدة اللمون والهو دعمل شجر مع الشجر في الأرض وبحطه ببرانيك وبهودي جواع المفرش وبأكد بيباع لبون مجفاف ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يكون أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت وجهات السيد الرئيسي أن نحن نحول كل المنظومات الورقية لمنظومات إلكترونية تحول رقمي أنا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع على مايا أي حاجة نحن دلوقتي نحن في مزرعة ممكن الورقة تضيع تتقطع إنما دلوقتي كل البيانات اللي أنا محتاجها موجودة معايا هنا على الابليكيشن بتاع المزرعة أنا دلوقتي أي عملية تمت طبعا بدي أسجلها على السيستيم طبعا كله بيتقرف هنا على الQR Code اللي أنا معايا الQR Code زي الري تسميد رش لقدر الله حصل أي أمراض ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لو لا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الأرض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياة مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمباط للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي احنا دي المرحلة الثالثة بتهدف الاستصلاح مئة ألف فدان احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المياه لهذه المئة ألف فدان دي تالت مرحلة فيها قمنا بلكده بتسليم مئتين ألف فدان السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها وهم مزرعين فعلا واصعب مشكلة بتقابلنا هنا اتحادات اللوجستية كنقل وخمات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرصانة موجودة في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيصنع الموسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبة للعمالة او المنبور اللي موجود في الموقع المنطقة طبعا منطقة نائية وما فيش فابتدنا كتوجه شركة ان احنا نجيب عمالة من سعيد او من اسوان مدينة بوسينبل المنطقة المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في اطار استراتيجية الدولة للتوسع الافقي وازدادت نسبة الاصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 الف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والاساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة الى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من اثار اقتصادية وديمغرافية واكتماعية مجهودات احياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الاراضي الصحراوية وزراعاتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح افاق تصديرية جديدة كاريم بيبرس التلفزيون المصري اجرى مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس جولة بمزارع مشروع تشكا تضمنت لقاءات مع المزارعين هناك نتابع من ارض تشكا وارض الحقيقة الخير كله ارض النماء يمكن احنا في جولتنا هنا في تشكا عدنا على مزارع مختلفة شفنا البطيخ شفنا الطمور يمكن من اشهر حاجة الطمور لكن كمان الحقيقة المميز في الجو هنا في تشكا هي كمان مزارع اللمون مزارع اللمون كم يبقى ليها معاملة خاصة وطبيعة خاصة لكن كمان تشكا مش بس وفرت المنتجات المختلفة لكن كمان وفرت فرص العمل للناس هنا قاتل المنطقة يعني مثلا من اسوان من اللقصور في ناس من انا في من سواج في من ناس كتير جدا شغالي الحقيقة ومن سنين من اربع وخمس سنين الحقيقة الناس دي شافت المكان وهو صحرا خالص وازاي انهم بدوا وهم يحطوا البزور لحد لما باقت شجر كبير خلاني نشوف دلوقتي ينتابع مع بعض كده مع احد يعني ابطال اذا جاز التعبير هنا من تشكا اللي شاركوا باديهم وبنفسهم وهم بيزرعوا الحاجة وبيحصودوا كبيران بشوفوا نتيجة تعبوا من الحياة في البداية عرفتني بنفسك كيف ان؟ السلام عليكم ورحمة الله اسمعي محمد عبد الروف عبد الهاب علي من لوكسور ازاي حدا يكسر محمد كلبني كده اقولي انتوا حريك بقالك كم سنة هنا وشفت الموضوع هنا ازاي من قبل ما يبقى الزرع موجود ما ايما كانت صحرة تقدر تقيمها ازاي وانت كبان كفرصة عمل يعني شايف الموضوع ازاي هلو وفرت لك فرصة عمل وراحتك ولا دي كانت بالنسبة لك مش حاجة مهمة؟ لا بالطبع بالطبع وفرت ليه بس ان الناس كتيرة الشباب كتير بالذات المناطق جنب الصعيد من هنا عسوان والوكسور وزي ما قلت حضرتك عنه مناطق كتيرة وفرت لها فرص عمل اتاحت ليهم فرص عمل وخلت الشباب يعني الصلاع نب منبهر بالعمل والزرع والصجر الحاجة الايجابية ها تمام خلينا كده بقى عن اللمون في حد ذاته اللمون يعني شكله مختلف شكله اكبر حجمه من الحجم العادي ده طبيعة المكان ولا ليه اللمون عامل ايه؟ صنف صنف على حسب الصنفية المزروعة ده الصنف المزروع عندينا صنف اسماء بن زهير ماشي اسماء بن زهير ده يدينا حجم كويس وضرع بتاعه كويس وتمامع بترعو ازاي؟ عرعو لها في التسميد وعرعو لها في الري وعرعو لها في الرش وعرعو لها في الموسم التقليم وفي كل حاجة عايز اعرف كده احساسك ايه في فكرة ان انت حضرت المكان ده وهو صحرة وشفته دلوقتي وهو كبر عليه داخل خمس سنين اقول لي كده احساسك ايه؟ من بهر بصراحة وصل على النابل يعني كلام بسم الله ما شاء الله والبركة طبعا في القيادة الكويسة والادارة الكويسة اللي احنا يعني وتوعينا بالكلام اللي ما شفناش قبل كده صحيح؟ اه والله طيب الاسرة عندك في البيت زميلك في المكان رأيهم ايه شافين ده ازاي للمستقبل؟ شايفين حاجة كويسة ترفع من شأن البلاد والله وان شاء الله طب شايف انه دي ممكن تبقى مفيدة لولادك لمنطقتك للناس اللي حواليك؟ اهيو بداية كويسة وانتاجية كويسة بسم الله ما شاء الله على جلد عن سنين عدد سنين بسم الله ما شاء الله هايكم شايفين ببصر عينكم يعني شكرا اللي حضرتك جدا يا فاندي انتعبناك وازعقناك شكرا نيك جدا جدا ويمكن يعني دي نظرة من الناس اللي اشتغلت هنا بأيديها رؤيتهم للمشروع مش بس كبان رؤيتهم لكن الحقيقة الاهم من رؤيتهم ازاي مأسرة فيهم وازاي ان هي قدرت توفر لهم مش بس فرصة عمل لكن كمان بيبصولها من ناحية الانتاجية بوصلها من ناحية الحاجات المتنوعة كمان احنا شفنا بعينينا الحقيقة المنتج في حد ذاته وازاي المكان ده تحول مكان ما كنا بنشوفه زمان مجرد صحراء جرداء ازاي دلوقتي بيوصل لالاف الافدنة يعني ما يقرب من سبعين الف فدان ليه التمور تلاتين الف فدان لللمون البطيخ التمور يمكن فيه اكتر من اربعين صنف مختلف لكن كمان الامح ليه دور مهم جدا هنا في توشكا واكيد كل ده بناء على العمل اللي اعاد احياء مشروع توشكا مرة تانية والحقيقة انه الاحياء ده طبعا نكلف مجهود كبير جدا بنية تحتية كبيرة جدا ترع لنقل المياه محطات كهرباء كل ده موجود حياة هنا في توشكا ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتمع مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتمع اكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري هذا وتم خلال الاجتماع عرض تقرير تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية حيث قدم الجهاز الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل كما تم تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يرعي مصالح وشواغل الدول الثلاث مشددة على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بدل أقصى الجهد لإنجاح العملية التفاوضية مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل لاتفاقها المنشود أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئيسية جديدة وأكد الحزب على أن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمصرح العالمي يحتاج إلى ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السيسي ويضيف الحزب أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وقدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكنة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلبا ملحن تقتضيه الضرورة وتقتضيه أيضا المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامجات تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة أعلن حزب مصر أكتوبر دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة وفي بين الله أكد الحزب استفافه خلف القيادة السياسية تأسيسيا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ عشر سنوات وما تزال وهو الأداء الذي من الضروري لاستمراره أو لاستمرار أن يستكمل من خلال الرئيس السيسي وذلك عبر تجربة طموحة وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وذلك في إطار التنصيق بين الهيئة والمجلس لإنهاء وتيسير الإجراءة الخاصة بإصدار التصريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة وخلال اللقاء أكد المستشار ورئيس الهيئة أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل في مصر لتغطية العمليات الانتخابية وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسمى بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية أطلق منتدى شباب العالم بتعاون مع منظمة يونساف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل وممارسات التطوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتستمر فعلياتها على مدار ثلاثة أيام وقامت إدارة المنتدى بوضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وطيرة التأثير والتصدي لواحدة من أهم التحديات التي يواجهها الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال كيفية تنفيذ وتوسيع نطاق مسارة التعلم من أجل العمل والعمل التطوعي بشكل فعال للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتهدف ورشة العمل لإشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي بالإضافة إلى تكوين مجموعة كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد تلقى وزير الخارج سمح شكر اتصالا هاتفيا من نظره الإيطالي أنتونيو تاياني تناول سبل دفع العلاقة الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير القانونية عبر المتوسط كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمنية وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة وعقد لقاء على همش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم تابع وزير الخارجية سامح شكري سير العمل القنصلي بالوزارة وسبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج وذلك خلال اجتماع مع مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ومسؤول القطاع القنصلي تناول الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها وتفعيل إجراءات رقمنة كافة الخدمات القنصلية استغلالا للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان تعزيز صلاة المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب والتأكيد على تقديم التسهيلات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها واستمع وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى عرض متكامل للإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج بحث فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020 ودعم جهود اللجنة العسكرية 5 زائد 5 وذلك مع عدد من ناشط وناشطات المجتمع المدني الليبي وقال المكتب الإعلامي للبعثة أن 20 من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا انضموا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم لمناقشة سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندال دعم بلادها لجهود المفاوضية العليا الليبية للانتخابات لإنجاز الاستحق المرتقب في ليبيا جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس المفاوضية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح حيث تم بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية واستعدادات المفاوضية لتنفيذها وأوضحت المفاوضية العليا الليبية للانتخابات للمركز الاعلامي المفاوض أن اللقاء بحث سبلات تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقا للمعايير الدولية وتقديم الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات أعلن الجيش الأمريكي مقتلى 13 من مقاتل حركة الشباب في جنوب الصومال في ضربة جوية جماعية جاءت بناء على طلب من الحكومة الصومالية وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريقام قالت إنها نفذت ضربة جوية استهدفت حركة الشباب قرب منطقة سيرا مشيرة إلى أنه بالعمل مع الجيش الوطني الصومالي فإن التقييم الأولي للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا يشير إلى أن الغرة الجوية تسببت في مقتل سيرا 16 من مقاتلي حركة الشباب دون وقوع إصابات أو قتلة في صفوف المدنيين أعلن الرئيس العراقي عبداللصيف رشيد عن التوجه لتشكيل مجلس أعلى للمياه في بلده لافتا إلى أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخيرها لتحقيق التنمية والتطور والازدهار في العراق وخلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس ممثلية إقليم كردستان العراق فارس عيسى شدد الرئيس العراقي على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية فضلا عن تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبالعودة للخبر الأبرز حيث وجه الرئيس عبد الفتح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء واتضمنت الحزمة الإعثاء من كافة أنواع الضرائب عدى ضريبة القيمة المضافة حيث خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعة استراتيجية بالإضافة إلى حوافز أخرى اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارات والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبنها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحولية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء نعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتثليل العقبات أمام ازدهر أنشطته وأعماله لسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الدائمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهي الإعفاء من كافة أنواع الضراء بعد ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها ثلاث سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وكذا إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى خمسين بالمئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثر الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة حيث تم عرض خطة تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات بما يساعد على موصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028 وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكسف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذبي لاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة مع موصلة الجهود الهدفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعيير العالمية في هذا الصدد بحثت مساعدة وزير الخارجي الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفاي مع رئيس النجري بولا تينوبو الأزمة في النجر وذكر بيان عن مساعدة وزير الخارجية أن موليفاي التقت مع رئيسة مفوضية المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا إكواس وأوضحت مساعدة وزير الخارجي الأمريكي أنها ناقشت مع الطرفين دعم الولايات المتحدة لجهودنا النجرية وإكواس لإعادة النظام الدستوري واستعراض خيارات حل الأزمة في الناجر وترون متزايد بين قادة المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس والدول الغربية أصدرت على إثره المجموعة التي استولت على السلطة أمرا للجيش بالإبقاء على حالة التأهب القصوى بما يسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أشرت إلى تزايد التهديدات بشن عمل عسكرية ضد البلاد لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وهو أمر لم تستبعده إكواس في حال عدم نجاح المساعد دبلوماسية في حل الأزمة رفع حالة التأهب العسكرية في النيجر جاء بعد مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بمغادرة البلاد ورفض باريس الاستجابة لذلك رغم التحركات الاحتجاجية المناهضة لفرنسا في النيجر بعد اتهامها بالرغبة في التدخل عسكريا في البلاد يأتي ذلك فيما أعربت إيطاليا عن دعمها للمبادرة الجزائرية للحل السياسي للأزمة مؤكدة استعدادها لمساندة جهود الجزائر لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري عبر السبل السلمية ونشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها روسيا تدفع بمقاتلة عسكرية لمنع مسيرة استطلاع الأمريكية من عبور حدودها فوق البحر الأسود أعلنت السلطات الروسية نشر مقاتلة لمنع مسيرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من عبور حدودها فوق البحر الأسود وفي بين الله أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية حولت المسيرة الأمريكية مسارها بعيدا عن حدود روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطار بالعاصمة الأوكرانية كييف بسلاح عالي الدقة وإصابة جميع الأهداف المحددة كان الجيش الأوكراني قد أعلن أن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا حيث أشار من جانبه إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة أظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاثة ساعات قبل إعلان زوالي الخطر أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا أضافت الوزارة أن القوات أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بيريانيسك في غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كارسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها شنت غارتين استهدفتها نقاط قيادة وسيطرة للقوات الروسية وعشر غارات على مجموعات من القوات العاملة واثنتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكد بيان للهيئة أن أكثر من أربعين اشتباكا قتليا وقع على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء أوكرانيا على مدار أمس في حين تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عملياتها الهجومية في اتجاه متيبول وأضاف البيان أن القوات الروسية نفذت خلال تلك الفترة خمس هجمات ساروخية وخمسة وأربعين غارة جوية بالإضافة إلى سبع وستين هجوما بأنظمة جراد وذلك على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن الجيش الروسي يحتفظ بـ 12 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود بما في ذلك حامل الطائرات وقالت ناتاليا هومينيوك أن تهديد ساروخية لا يزال قائما بالنسبة لأوكرانيا مشيرة إلى أن حاملة الصواريخ تنفذ مهمة قتالية بعد قيامها بمناورة بالانتقال من بحر أزوف إلى البحر الأسود قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكساندر كوبراكاف قال إن سفينة محملة بمنتجات الصلب أبحرت من ميناء أدسة عبر ممر مؤقت في البحر الأسود في طريقها إلى إفراقيا وأضاف كوبراكاف أن السفينة كانت في الميناء منذ العشرين من فبراير من عام 2022 قبيل بدء العملية العسكرية الروسية وهذه ثاني سفينة من السفن العالقة منذ اندلاع الحرب تغادر الميناء بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة سمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود توجه سلسة خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة وتأتي الزيارة بعد أن توصلت كوريا الجنوبية واليابان والوكلة الدولية لتقدرية إلى تفاق بشأن زيادة وزيارة الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى مكتب الوكلة الدولية للتقدرية كل أسبوعين لمراقبة تصريف المياه الملوثة طالبت توكيو بيكين بضمان آمن للمقيمين اليابانيين في الصين بعد موجة من المضايقات عبر الهاتف استهدفت الشركات اليابانية وذلك إثرى الجدل الذي أثاره تصريف مياه محطة فوكوشيما اليابانية وأثرت خطوة اليابان حفيظة الصين التي ترى أن هذا الإجراء يلوث المحيط ووسعت بيكين ردا على ذلك نطاق حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية ليشمل البلاد بأكملها وطلبت الخارجية اليابانية من الموظفين الكبار في سفارة بيكين في توكيو الدعوة إلى الهدوء أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشاعية ذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية إلى المحيط الهادي مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة جهود حثيثة تقوم بها اليابان للتخلص من مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية في ظل مخاوف الدول المجاورة لها من التأثر من النشاط الإشاعية وفي رسالة طمأنة أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية وبدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان وخلصت اختبارات وزارة البيئة للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن تركيزات نظائر أتريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه حيث إن مياه البحر لن يكون لها أي تأثير سلبية على صحة الإنسان والبيئة وفي إطار حرصها الشديد على التعامل بشفافية مع الأمر أعلنت اليابان أنها ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافية من جانبها أعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتوي على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم المشعة وهو ما قد يشير إلى استمرار اليابان في التخلص من مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية انقطع الطيار الكهربائي عن أكثر من 30 ألف شخص في التشيك جراء عاصفة رعدية ضربت مختلفة أنحاء البلاد وذكر راديو براج أن العاصفة تسببت في سقوط الأشجار واقتلاع أسقف المنازل وغمر المناطق المنخفضة بالماء ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء بيتشيك حيث تسببت الرياح العاتية في قطع الكهرباء في فبراير الماضي وذلك عن عشرات الآلاف من المواطنين وعن آخر أخبار الاقتصاد من نشرة التاسعة مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا نادينة فكري شكرا أميرة العقدة وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة علنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صني متخصص في صناعة المنسوجات العالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحجم استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار يأتي المشروع في إطار المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات تصل إلى مليار و 600 مليون دولار أكد وزير البترول طارق المل أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تضمنت منذ انطلاقها عام 2016 تطوير الشركات القائمة وزيادة قدرتها الانتاجية وإضافة طاقات وكينات جديدة تدعم خطط التنمية جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروعات البترول كيمويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة وتتمثل في انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيليكون المعدني والصودة آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة كشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصدرات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع وأظهرت دراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 2.9% خلال الفترة من 2011 حتى 2021 وصنفت دراسة مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الوردات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3.5% إلى 4.8% خلال نفس الفترة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام تم وضع حجر أساس لإنشاء مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى وذلك بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين المخزن الاستراتيجي مقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر يقام على مساحة عشة أفدنة وبحجم استثمرات تقترب من مليار ونصف المليار جنيه حيث سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من أربع محافظات مجاورة يأتي ذلك ضمن أكبر مشتوع قومي لإنشاء مخازن استراتيجي للمنتجات الغذائية سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تداولات اليوم مستهل التعاملات الأسبوع مدعومة بعملات شراء من قبل المؤسسات وسنضيق الاستثمار المحلية والأجنبية فيما ملت تعملات الأفراد العرب نحو البيع وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي أكس 30 بنسبة 1.7% ليبلغ مستوى 18.516 نقطة متخطياً بذلك قمته التاريخية السابقة البالغة 18.500 نقطة فيما زاد مؤشر الأسم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 1.5% ليبلغ مستوى 3.741 نقطة وشملت الاتفاعات مؤشر إي جي أكس 100 أوسع نطاق الذي زاد بنحو 1.3% ليبلغ مستوى 5.550 نقطة وصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى بكين للقاء مسؤولين صينيين وقادة أعمال أمريكيين وسط جهود لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي تدورت إلى مستويات تاريخية وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن زيارة ريموندو التي تستغرق أربعة أيام إلى بكين وشرغهاي تهدف إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل وتأتي زيارة ريموندو في أعقب فرض وزارتها ضوابط على الاستثمار الأجنبي ما أثر سلبا على العديد من الشركات الصينية أعلنت الصين خفض الضريبة على التعاملات في سوق البرصة إلى النصف وهو إجراء يهدف إلى استعداد الثقة في ثاني أكبر برصة في العالم في خضام التباطئ الاقتصادي وكانت أسواق البرصة في الصين تقترب أو تترقب هذا الإجراء بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية أعلنت مجموعة إيفر براند الصينية العملاقة للتطوير العقارية لأنها تكبدت صافي خسائر بلغة نحو أربعة مليارات وخمسمات وثلاثين مليون دولار في الفترة من يناير إلى يونيو وتتصدر إيفر براند أزمة تعصف بقطاع العقارات الصينية وشهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن السداد لديون مشاهدين انهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لدينا وأميرة لستكمال ما تبقى من التساعة شكرا لك فاطيما تكفح الحيوانات الضلة في جورجيا من أجل البقاء في ظل موجة حرارة غير مسبوقة ونظمت منظمات الرفق بالحيوان حملة لتعقيم وتطعيم الحيوانات الضلة لتشجيع الناس على تبنيهم يبدو أن تغير المناخ لم يؤثر على البشر فحسب بل رنبابا يعاني الحيوان بشكل أكبر وذلك في ظل عجزه عن التعبير على احتياجاته ففي تبليسي عاصمة جورجيا تكافح القطط والكلاب الضالة من أجل البقاء في ظل موجة حارة غير مسبوقة الأمر الذي أدى بناشطين أن يقضوا أياما في التجول بالشوارع لإنقاذ القطط والكلاب من الموت عطشة أو بسبب درجات الحرارة المرتفعة على الأسفل بعض تلك الحيوانات تكون محظوظة بما يكفي وذلك لقضاء الليل في المتاجر والمنازل حيث يتلقون الطغام والمأوى من بعض البشر إلا أن الموضوع صار أكثر تعقيدة حيث يوجد نحو خمسمائة ألف قط وكلب في الشوارع تبليسي مع وجود بعض من هؤلاء الذين يعاملون الحيوانات بقسوة العديد من المتطوعين نظموا حملة لتشجيع الناس أن تكون أكثر ودية مع الحيوانات لا سيما في هذا القو القاتل منظمات الرفق بالحيوان نظمت أيضا حملة لتطعيم وتعقيم القطط والكلاب الضالة وذلك لتشجيع الناس على تبنيهم ولو في فترة الصيف الذي عانت فيه البلاد أرقاما قياسية جديدة لدرجات الحرارة حيث تعمل المجموعة في إقناع أصحاب الأعمال بالسماح للكلاب الضالة بالاحتماء داخل منازلهم أو محالهم خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم وإقناع الحكومة ببثل المزيد من الجهد من أجل رعاية الحيوانات حيث يقول المتطوعون أنه من الصعب جدا العثور على ملاك جدد ومنازل دائمة للقطط والكلاب وأن كثيرا من الناس لا يؤمنون بأن لتلك الحيوانات الحق في الحياة على ظهر هذا الكوكب الذي لم يخلقه الله مخصصا للبشر فقط وقفتنا جديدة ولكن هذه المرة مع أخبار رياضة مع فاطيمة خليل إليك مرة أخرى شكرا أميرة شكرا دينا وأهلا بكم شادينا مجددا وجولة رياضية جديدة ودع المنتخب الوطني لكرة السلة منافسة كأس العالم 2023 بعد خسارته من نظيره منتخب مونتينيجرو بنتيجة 89-74 في الجولة الثانية من منافسة المجموعة الرابعة من المسابقة المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان بهذه النتيجة يتبقى للمنتخب الوطني فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024 من خلال تحقيق أفضل مركز في ترتيب الختمي لمونديال السلة أحرز زمالك الميدالية الفضية بالبطولة العربية لكرة اليد للأندية بعد خسارته من فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30 في المباراة النهائية في المسابقة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بهذه النتيجة توجى فريق الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية لكرة اليد لأول مرة في مسيرته فاز ليفر بول على مضايفه نيو كاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدور الإنجليزية بهذا الفوز رفع ليفر بول رصيده إلى سبع نقاط ليرتقي للمركز الرابع بينما توقف رصيد نيو كاسل عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر تغلب منشستر سيتي على مضايفه شيفلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في الدور الإنجليزية بهذا الانتصار رفع منشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط بينما ظل شيفلد يونايتد بلا رصيد من النقاط مشاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية عوضة مر أخرى للدينة وأميرة الاستكمال ما تبقى من تسعة شكرا لك فاطمة خليل تتواصل فعليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الحادية والثلاثين والذي تنظمه دار الأوبرة المصرية وشهد اليوم ثالث من فعليات المهرجان أقبالا كبيرا من الجمهور من عشاق الفن الأصيل الذي يحرص على حضور ومتابعة حفلات المهرجان المزيد والزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية نحييكم في الليلة الثالثة من ليالي مهرجان محكى القلعة هنا يمتازج الفن والتاريخ هنا تمتازج هذه الجدران التاريخية لقلعة صلاح الدين بين الفن المعاصر ونغماته انطلقت الليلة الثالثة في تمام الثامنة مساء اليوم مع صوت الفنانة نادية مصطفى التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبدأت بغناء بعض الأغاني الوطنية في بداية الحفل ثم انتقلت إلى الأغاني الرومانسية والعاطفية التي يحبها عشاق الفن الأصيل هناك تجهيزات كبيرة من وزارة الصقافة ومن المسؤولين عن هذا المهرجان محكى القلعة هناك تنظيم كبير لدخول المواطنين والجمهور حتى جلوسهم هنا في المقاعد المخصصة لهم أمام المسرح وتتواصل الحفلة أيضا حيث يكون في الختام الفنان هاني شاكر مع مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه هذا المهرجان الذي يستمر على مدار 14 ليلة وهناك العشرات من الحفلات التي تقام بشكل يومي تجمع مجموعة كبيرة وكوكبة كبيرة من فنان مصر والوطن العربي وسط حضور جماهري كبير من عشاق هذا الفن الراقي الأصيل إليكم زملائي في الستوديو وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة ووقفة أخيرة مع فاطيمة خليل إليك شكرا نادينة شكرا أميرة وأهلا بكم مشاهدين ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا تقصح الرطب نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيانه بدرجات الحرارة متوقع غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائما من القهرة العظمى 34 الصغرى 26 اسكندرية 31-24 مطروح 30-23 بورس عيد 33-25 اسمالية 35-24 وجوها حار نسبة لي السويس 34-23 العريش 33-23 طابة 36-25 شرم الشيخ 39-30 الغرداء 39-29 وجوها أيضا حار نسبة لي الأقصر 43-27 أسوان 43-28 الودي الجديد 43-25 شلاتين 41-31 حلايب 36-29 وجوها حار والآن نستعرض دماغهم درجات الحرارة المتوقع غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة